في مستشفى النعمان العام يرقد المصابون من زوار الإمام موسى الكاظم عليه السلام نتيجة انفجار استهدفهم أطفال ونساء وشيوخ كانوا موجودين لحظة وقوع الانفجار الإرهابي أم عبد الأمير تحدثت بكاميرا العراقية الإخبارية عن الهجوم الإرهابي وتفاصيله تحضيرات لوجستية وصحية واكبتها وزارة الصحة باستقبال المصابين في صالات الطوارئ والعمليات وردهت المستشفى لإسعاف الجرحة لتقليل من شدة الإصابة الحادث الذي صار على جسر الأمة استنفرت الجهود كان حقيقة الموضوع بإشرافي شخصيا والسيد مدير عام دائر الصحة الرصافة فريق طبي متكامل في مستشفى النعمان ومن دائر الصحة الرصافة كان متواجد في مستشفى النعمان لتقديم الخدمات إلى الجرحة ضحايا العمل للإرهابي الجبان على جسر الأمة واليوم حقا نتابع الحالة الصحية الحمد لله الحالة مستقرة لجميع المصابين وجهود كبيرة بذلت من الفرق الجراحية حالات اللي وصلت إلى المستشفى جرحة هم كلهم تم إنقاذهم لكن للأسف كانت هناك حالة واحدة لم توفت في الحادث الفرق الطبية اللي موجودة مساندة هي فرق جراحية لجراحة صدر العياد الدموية جراحة العظام والكسور والجراحة العامة تم إجراء عمليات مستمرة إلى ساعة متأخرة من الليل إلى الساعة الرابعة فجرا ويواصل زوار الإمام الكاظم عليه السلام سابع أئمة أهل بيت رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأداء مراسيم وشعائر الزيارة في ذكرى الاستشهاد من بغداد محمد العيداني العراقي الإخبارية